حال سكان هذا المخيم يشبه اسمه صابرون شكوهم نقص المياه منذ ثمانية أشهر ناشد خلالها المنظمات الإنسانية لتأمين الماء للمخيم بعد انتهاء عمل إحدى المنظمات التي قامت على تزويد المخيم بما يلزم من المياه ثلاثمائة وعشرون خيمة سكانها مضطرون لشراء الماء وبعضهم يشتريه بالدين وضع المياه حرج الدرجة يعني المخيم هذا الحز ظل وقت الشتوية أيام الشتوية في السنة الماضية كانت تجينا مياه ثمانية أشهر ما جاتنا مياه بعز الصيف حاشت المياه ما جات مياه المياه كلاته مش ترى يعني خزان المياه لألف لتر دعي يصل هين خمسة عشر ليارة للمخيم وبعائلات أكثر العائلات يعني جوز والله ما عندها مو حق ربطة خمز ما عندها مو خزان مياه في المخيم خزانات رئيسية تتم تعبئتها لتخديم الخيم المحيطة يقوم سكان المخيم بملئها على نفقتهم الشخصية معظم سكان المخيم دون مورد مادي وحالة الفقر المتراكم تجعل شراء الماء أمرا مكلفا بالنسبة للبعض خاصة مع ارتفاع التكلفة في نقل المياه وضخها ما حدا جاوبنا خالص نهائيا أنا ناشدت أكثر من مرة ومدير مخيم ناشد أكثر من مرة ولليوم ما في إيجابي خالص نهائيا وعدد الخزانات بالمخيم قليلة يعني أنا مبارحة خلف الله على أهل ابن الحلاء قلنا له خيو والله حق ربط خبز ما في عنا وبنا دمعة مي يعني قال خيو تكرم أهل وسهلاء صاحب الصهريج قال فضاننا خزانين قال خيو عليك عشي الليرا قلنا له إن شاء الله الله بوفقنا معطيك العشي الليرا بعض سكان المخيم ينقلون الماء من المسجد القريب لتضاف المشقة جديدة على الأطفال في نقله إلى الخيمات معظم المخيمات تعاني من نقص أو ضعف الخدمات ويتغاض كثير من سكانها عن بعضها إلا الماء فلا قدرة لأحد على الاستغناء عنه سكان مخيم صابرون لم يعد لديهم صبر على نقص الماء وقلة مياه الشرب يطالبون ويناشدون المنظمات الإنسانية منذ أشهر لتأمين مياه الشرب بأسرع وقت ممكن خلف جمعة حلب اليوم ريفو تلي